السلام عليكم أسعدكم الله بكل خير مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقتراح جديد إن شاء الله اليوم سنحضر معكم كيك من أروع الكيكات يمكنكم تحضرهم سهلين اقتصاديين بجوش بيضة فاقتكم تحصلوا على واحد الكيك اللي يجي طالع كذلك خفيف والأهم من ذلك أنه سهل التحضير خليكم معايا للآخير باش تعرفوا عن المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير فورجة ممتعة بالنسبة للمقادير عندي جوج بيضات بحرارة المطبخ دروري البيض يكون بحرارة المطبخ ثم نضيف كأس ونصف من السكار سكار حبيبات طبع المقادير كي العادة مضبوطة بالقرام هدي نخليهم يكون في صندوق الوصف نضيف الكأس كذلك زد نصف الكأس طبع الكأس اللي كان عبر به الكأس يعني دي العنب المعتاد نخلط البيض مع السكر جيدا هنا راني ضفت كيس من السكر فانيريا للأسف تحدف مبانش في الصور ثم نضيف كأس إلا ربع من زيت المائدة نستمر هنا في الخلط كما تلاحظوا في الصورة كيكا كتجي رائعة كتجي مالك خفيفة كذلك اقتصادية وسريعة في تحضير ديالها كنصحكم أنكم تجربوها لأنها فعلا كتستحق تجربة كذلك نضيف كأس ونصف من الحليب طبع الحليب يعني عادي ونخلط كذلك الكل جيدا يعني طريقة ديال الكيك العادي كيكا كتجي رائعة أكيد غدي تجربوها وتعتندوها إن شاء الله ثم نضيف حكم الياغورت طبعا الضانون اللي استعملت هنا يا بنك هذي اللباني ونخلط كذلك الكل جيدا ثم هنا سنضيف جوج كيسان من الدقيق في المرة الأولى الكأس الأول طبعا هذي الكأس كيعبر 100 غرم نضيف الكأس الأول ثم نضيف الكأس الثاني نغرب له طبعا كذلك نضيف جوج ملاعق من الكاكاو الأمر تكون نوعية جيدة ونغرب لهم باش نتحصلوا على واحد الكيك اللي يجي ناجح ونخلط الكل جيدا بالنسبة للدقيق كيبقى دائما على حسب النوعية ديال الدقيق يعني ممكن لكم تضيفه أكثر أو أقل أنا أضف جوج كيسان في الأول وكذلك ضفت كأس المجموع ديال الدقيق اللي استعملت 300 غرام يعني ثلاثة ديال الكؤوس كذلك قد نضيف جوج أكياس من خميرة الحلويات ما يعادي للوزن 14 غرام كذلك قد نضيف الكأس الثالث للمجموع ديال الكيسان ديال الدقيق اللي ضفت وهما ثلاثة ديال الكيسان من مجموع 300 غرام ونخلط الكل جيدا حتى نحضر على واحد الخليط اللي يكون خالي من تكتولات ديال الكاكاو كذلك الدقيق يعني بالنسبة للعبار ديال الدقيق ممكن لكم تضيفه أكثر أو أقل مهم القوام ديال الكيك اللي غادي تحصلوا عليه يكون على هات الشكل هذا كما غادي تلاحظوا معايا في الصورة كيكا كجي معلقة رائعة كذلك زين تاب واحد الصوص اللي سهلة وفي نفس الوقت اللي ديدة بزاف اقتصادية كان هدا هو القوام ديال الخليط اللي يمكن لكم تحصلوا عليه كان اخد هاد المول هادا ندهنه بالزبدة طبعا ورشه بالدقيق يمكن لكم تاخدوا اي مول واي شكل ديال المول عندكم انتوما ندهنه جيدا بالزبدة والدقيق باش نتفادوا الالتساق الكيك ديالنا مباشرة هنا هيا غادي نصب الخليط ديالي وكذلك من نجاح الكيك نعلي ويدينا الفوق نصب الكيك باش دخل واحد كمية ديال الهواء ويجي الكيك ديالنا خفي وكذلك يجي طالع والفرران ان يمشغلها على 180 درجة المدة اللي خدت لي هاد الكيك هادي طبعا 45 دقيقة مباشرة هنا يا كيما كتلاحظو بعد ما طاب لي الكيك كيما كتلاحظو كي يجي طالع كدلك يجي خفيف غادي نقلبو هنا يا كيما كتلاحظو الشكل ديالو كي يجي رائع كذلك كيكا كتجي مع الكا خفيفة قطنية كيما كتلاحظو هنا غادي نحضر معكم واحد الصوص اللي كتجي اكتر من رائعة سهلة اقتصادية عندي 200 غرابين شكلات كذلك غادي نضيفيها حكم الياغورت بدون سكر الياغورت طبيعي غادي مضحها فوق النار حتى الدوب ديك شكلات تحصلوا على واحد الصوص اللي تكون على هاد الشكل هادا وغادي نزيين بها الكيك ديالي كنصحكم انكم تجربو هاد الكيك هادا لانه فعلا اقتصادي ما فيهش كترة المكونات او التعقيدات كيجي رائع كي كيجي معلك خفيف كذلك قطني هنا بعد ما ما سقيتها بديك الصوص كيما كتلاحظو هادي نزيين هنا بالقليل مشكلات لو حكيتها على هاد الشكل هادا بنسبة للزيين تفنو على حسب الرغبة ديالكم كذلك الدوق ديالكم مهم كان نصحكم انكم تجربو هاد الكيك هادا لانها كيكا رائعة بمعنى الكلمة نزيين باي حاجة كتفضلون تومة كان هاد هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرته معاكم فعلا كيك كيستحق تجربة كيكا اللي كتجي رائعة كانت منها ان شاء الله تجربوها كي العادة غدي نقطع معاكم باش شوفوا القوام و الشكل ديالها من الداخل كيكا قمة في الروعة الشكل ديالها كيجي رائع كذلك المداق يجي لدي بزاف اكيد غدي تجربوها وتعتمدوها كيما كتلاحظو القوام ديالها من الداخل كيكا كتجي معلكا كتجي مسقية بدك الصوص اللي حضرت معاكم الفيديو ديال اليوم انتهى كانت منها ان شاء الله توصلوا هذا الفيديو الاكبر عدد من اللايكات وكذلك تخلوا لي التعليق ديالكم المحفزة وكذلك لأول مرة كيشاهد القناة ديالي كانت منها انو اشترك في القناة وكذلك يفعل زير التنبيهات بجدائما يوصلكم الجديد والى اللقاء في الملتقى مع فيديو وصفة جديدة دنتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة